والفترة اللي فاتت حصل يعني النتيجة ان حصل ان فيه نادي الاهلي بدأ ان هو يستحوز على عدد بطولات كتيرة وبدأ يبقى فيه ما بقاش فيه منافس ليه فبدأ فيه زي يعني كده مش عارف مش عارف اسميها ايه الحالة دي ان هو رغبة في ان هو مفيش حاجة اسمها منافس ومفيش حاجة اسمها ان انا اتغلب وحتى يعني بيتقال دايما على الكلام وكده يقولك لأ احنا مفيش في قمصنا الهزيمة مفيش في قمصنا ان احنا نتغلب مفيش في قمصنا ان احنا الكلام ده مش موجود في الرياضة ومش موجود في الكرة الكرة والرياضة معناها انك انت تكسب وانك انت تتغلب وانك انت القابل كل ده وانت تقبل الاخر صحيح الشعار عادي جدا طبيعي جدا انا اقوله على نفسي اعظم قلعة رياضية او اكبر قلعة رياضية في مصر فده اشعار يخص نادي الزمالك ويخص جماهيره ما يخصش اي حد تاني النادي الاهلي بيقوله على نفسه اعظم نادي في الكون غيره بيقول انا سيد البلد انا اكبر من مجرد نادي او ليس مجرد نادي واحد تاني بيقوله على نفسه الزعيم واحد تالت بيقوله على نفسه العالمي واحد كل واحد بيشجع فرقيته بالشكل اللي هو شايف ان هي حاجة طبيعية